موسيقى وضعك في السورة غايتنا السلام عليكم ومحبا بكم في هذا الفيديو جديد فيديو مؤثر في مشهد مؤثر وفاة امرأة بسبب الجوع بسبب الجوع في أغنى الدولة في أفريقيا في الجزائر ليس هذا المؤثر بلاد كتنعس على خيرات كبيرة موارد طبيعية مهولة والشعب كيعاني واحد معاناة كبيرة كيف ستسمعوا على اليسان هذه الجزائرية نخليكم مع هذا الفيديو بشكل كبير لا تنسوش تدعمونا بلايك ناسي ما زال ما مشتاركوا معنا يشاركوا ويفعلوا الجرس لكي وصلكم الجديد دائما أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من تفعلنا نقدمه لكم من قناة المغاربية في لندن أغنى أغنياء العالم مات من الجوع كان هذا عنوانا لأغرب القصص على الإطلاق قصة روتشيلد أغنى أغنياء العالم وحكاية موته المعروفة يقال أنها بقيت عبرة لعبدة المال وتجار الحروب واستعباد الوشر حيث كان الرجل مولعا بالتعبد لأمواله والتلذذ بها والنظر إليها بنى قصرا في جهة نائية وبنى بها خزارة هائلة لم يخبر عن مكانها أحدا ورتب مجوهراته من ياقوت وزمرد ولؤلؤ ولآل نادرة وكان لا يحل له تناول الطعام إلا وحوله مقتنياته كان لها ضوء يخطف الأبصار يشعره بالقوة والسيطرة وكذلك السلطة فكان لذلك يبقى بجوار الخزانة السرية أياما ثم يعود إلى أهله الذين لا يعرفون عن مكانه السري شيئا ذات مرة ذهب روتشيلد إلى زيارة الخزانة في قصره السري ولم يعد أبدا وباءت كل محاولات البحث عنه بالفشل وورث ذوه ثروته وخص أحد الورثة بذلك القصر النائي وبينما كانوا يهدمون القصر لإعادة بنائه عثر على الخزانة وهناك عقدت ألسنتهم من الدهشة إذ وجدوا جمجمة روتشيلد وبجوارها عظامه وثروة من اللآل تخطف الأبصار ووجدوا ورقة مكتوبة عليها بالدم أغنى أغنياء العالم يموت جوعا أما سر ما حدث فهو أن الخزانة كانت تغلق من جانب واحد ولقد حدث وأن دخل الرجل ونسي المفتاح مفتاح الخزانة في الخارج بعد أن أغلقها وبعد أن فرغ من طعامه أمام اللآل أراد الخروج تذكر أن المفتاح في الخارج وأدرك مصيره وحاول السراخ لكن لا من مجيب إلا أن مات جوعا وبجواره ثروته التي لا تقدر بمال لكن في قصة اليوم وهي قصة وليست وهي حدث وليست قصة قضت من الجوع امرأة في سنة 2022 امرأة فقيرة في الجزائر تقضي جوعا توفيت جوعا في الدولة التي بحجم قارة الراقدة على أبار النفط وحقول الغص عندما يتسبب الفقر التهميش في معاناة عائلة بأسرها هي حالة وقفنا عليها بمنطقة نائية بوليتي دبسة هنا بقرية جنتيس أسرة مكونة من تسعة أفراد استقبلنا رب العائلة تصاحب نظرات التيه وطايا أبناؤه نقل إلى مستشفيات الولاية والزوجة غادرت الحياة قبل أربعة أيام بسبب تعظم المرض والحاجة للرعاية عائلة بأكملها تأن تحت وطأة الفقر في مجتمع عرف عنه التكافل والتأذر بين العائلات والجيران إذا انفجر خبر وفاة امرأة جوعا بولاية تبسة جدلا خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ربط كثيرون الحادثة بشهر رمضان الذي يفترض فيه أنه للرحمة والتزاور تزاور الأقارب وتقاسم الطعام ظننت أن هذا الأمر حدث في السومال ولكن لما قرأت الخبر انصدمت هكذا علق البعض على الفاجعة بحسب الرواية الأولى للقصة فإن الحماية المدنية لولاية تبسة نقلت عائلة مكونة من سبعة أفراد إلى المستشفى بسبب الجوع والمرض ببلدية قنديس بولاية تبسة شرقية الجزائر أضاف المصدر نفسه أن الأب وضع تحت الرعاية الطبية وتم تحويل البنت لمستشفى تبسة حيث ستخضع لعملية جراحية في العظام بينما حولت الأخت الثانية إلى مستشفى عالية صالح ووضعها تحت العناية الطبية أيضاً كل العائلة كانت في حالة يرثى لها صحياً وسبب هو الشوح إذن بين مفندين الخبري ومصدقين له انقسمت أراء الجزائريين حول حديثة وفاة امرأة جوعاً في تبسة إذ انتشر الخبر بسرعة كبيرة في الساعات القليلة الماضية وانهالت التعليقات على سكان الحي واتهموهم بالتقصير تجاه أهلهم وجيرانهم واتجه السواد الغالب إلى توبيخ السلطات المحلية التي يظهر القائمين عليها أو يظهرون أيام الانتخابات ليختفوا طيلة سنوات الحكم دون نظر فيما يحتاجه الناس الذين أصبحوا يوموتون جوعاً حرفياً في الجزائر الجديدة نخدم على النش نخدم على النش الشي اللي نجيبه نجيبه لولاده ونجيبهم لهم أعشاء وغطاء والشي اللي نبعث له نبعث له المريض هذا إليه هذه استفدت من إعانة أنت أقفت في رمضان أنت الإعانة المالية أدخلت ديريكت للدار لقيت لولاد مرضى السقسية على أمهم قالوا لي رأي توفت في اسبطار إذن بعد أوليتنا تصلت بهم قلت نشوف الحالة نتاهم في مقابل هذه الرواية كذب المجلس البلدي الولائي أو الشعبي الولائي لولاية تبسة وفت مرأة من شدة الجوع هناك وأضاف أن الحالة الاجتماعية التي تم تسجيلها تعود لعائلتنا أفرادها يعانون العديد من الأمراض منذ مدة بعيدة ولا علاقة للجوع بالحالة هكذا قالت قالت السلطات التي وصلت إليها العائلة وأضاف المصدر نفسه أنه تم التواصل مع السلطات المحلية الولائية لاتخاذ كامل الإجراءات الهازمة للتكفر بهذه العائلة لكن ماذا عن تفاصيل الحكاية التي لا يريد المسؤولون الحديثة فيها قالت مصدر محلية اليوم ثلاثاء أن الحمال المدنية نقلت عائلة كاملة تتكون من سبعة أفراد للمستشفى بسبب الجوع والمرضى ببلدية قانتيسة دائرة العقلة بولاية تبسة كما قالت ذات المصادر أن رب العائلة وضع تحت الرعاية طبية وتم تحويل إحدى بناته لمستشفى تبسة حيث ستخضع لعملية جراحية في العظامة كما تم تحويل ابنته الأخرى إلى مستشفى علي الصالح ووضع تحت الرعاية طبية كما نقل أحد أبنائه إلى مستشفى الأمراض العقلية اهتز الرأي العام المحلي ذا بولاية تبسة وفي الجزائر عموما على وقع نبأ صادم إثر وفاة امرأة تبلغ من العمر أربع وأربعين سنة فما هي تفاصيل الحكاية في بيتها الكائن بحي في طريق المطار بسبب الجوع ماتت امرأة كانت تعاني من اختلال عقلي وتقتن مع أخويها الذان يعانيان أيضا من نفس الحالة الصحية حيث تداولت قضية وفاتها على مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع وهي الحادثة التي أظهرت تفاعلات في قمة التأثر بأحد الحالات الإنسانية التي غابت عنها الضمائر حيث أظهرت صور المتداولة صدمة حقيقية عائلة تتكون من ثلاثة أفراد مختلين عقليا يعيشون وسط القضارة والنفايات والكل غائب عن ذلك إلى وقت اكتشاف وفاة أحد أفرادها وبالصدفة ويروي السكان القاتلون بجوارها قصتها بحزن شديد فقالوا أن شقيقتها الأصغر منها سنا غادرت ذلك البيت متجهة زحفا إلى أحد المحلات للمواد الغذائية القريبة من البيت لتطلب الاستغاثة وأعراض الجوع بادية على جسده الذي أصبح لا يقوى حتى على الوقوف فسرعان ما تدخل شباب الحي لتزويدها بالمؤونة والغذاء سألوها عن حالة شقيقتها الكبرى كونها لا تغادر البيت ومن النوع الذي لا يود مقابلة الناس عموما حسب رواية الجيران غير أن الحالة التي بدت عليها هذه الشقيقة استدعى الاتصال بالشرطة للإطمئنان على سلامة منهم في البيت جميعا وهنا سعق الجميع عند تفقد المنزل أين عثرة على الشقيقة الكبرى جثة هامدة في درجة متقدمة من التعفن وعلى ما يبدو أنها توفيت قبل عدة أيام أساسا بسبب الجوع في ظل غياب المراكز والمصحات العمومية التي تتكفل بهذه الفئات لا دواء لا كان حتى شيء من تكلمش على المنطق كرفية والمساة الكرفية نخليها ليه وشي هو قضية اللامجرة وخالي 200% هذا هو شبطار انتع بلديت بجن هذا ولا فيه الذري بش يقل ماولا شبطار هذا عندنا فقط تطبيب واحد فقط هنا شبطار هذا خسر عليه مناير تعدنيا ولا مدير مدير تعد الصحة ما نعرفوش نهائيا في هذا السياق يتساءل الرأي العام المحلي عن عدم فتح أبواب مستشفى الأمراض العقلية الذي يحتوي على 120 سرير بحي جبل أنوال بعاصمة الولاية بسا المبرمج إنجازه منذ سنة تسعة وألفين وانتهت به الأشغال من سنوات واستهلك من الخزينة العمومية حوالي 86 مليار سنطرة وهو لليوم هيكل بلا روح وهذا ما يضع المسؤولين المحليين وعلى رأسهم والد بسا أمام الأمر الواقع يقول مراقبون لتدخل لفتح أبواب هذا المرفق الصحي الذي يساهم بشكل كبير في التكفل بالمرضى عقليا في ولاية تتجاوز كثافتها السكانية 700 ألف نسمة فيما احتج أخرون على حالة الركود والتخلف التي تعرفها تبس عموما في القطاع الصحي حيث عرفت قضية المرأة المتوفة جوعا وعائلتها المعوزة عاطفا بين المعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي فكتبت راضية متأسفة في شهر الرحمة يحدث هذا في الجزائر نقل عائلة من سبعة أفراد إلى المستشفى بسبب الجوع والمرض ببلدية قنطيس دائرة الأقلى تبس وضع الأب تحت رعاية الطبية تحويل البلد لمستشفى البسة حيث ستخضع لعمرية جراحية في العظام وتحويل الأخت الثانية إلى مستشفى عالية صالح وضعها تحت العناية الطبية كذلك نقل الإبن إلى مستشفى الأمراض العقلية بعنابة أما أمين فكتب باندهاش كبير راسح بس حسبتها في الصومال لما شفت صورة الطفل لكن لما دخلت قريب انصدمت هل هذا ما أردنا؟ هكذا تساءل أمين كان أدوى الفيديو دي اليوم أخذوا لي الرأي دي لكم في التعليقات لا أخلوش عليها بالرأي دي لكم الناس لا تشاركوا معنا يشاركوا ويفعلوا الجرس لكي يوصلكم الجديد دينا دائما شكرا لأي واحد كي تعملوا محتوى دينا وكيف العادة تشوفوا في فيديو جديد ودائما مغريب